طبعا الشامس ليجي قبل ما أتكلم على المباريات كنت أتكلم أنا وأنت قبل الهواء نتكلم أن من أكتر البطولات في العالم تقدر تستمتع بها على كل المستوى بصراحة على مستوى التصوير على مستوى الإخراج في المباريات على مستوى التحكيم على مستوى اللاعبين المدربين يعني نستمتع ببطولة كبيرة جدا جدا من نستناها من فترات طويلة ولكن كمان الجولة اللي فاتت الجولة الثالثة من دور المجموعات كانت جولة مميزة جدا جدا إجماليا شفت إيه المفاجآت اللي حصلت مبارح فيه أو مبارح ويوم الثلاثة يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي أمطع بطولة بصراحة سنوية هي بطولة دورة أبطال أوروبا أقوى بطولة على مستوى يعني بعد كاس العالم نقدر نقول دي أقوى بطولة في العالم بصراحة هي دورة أبطال أوروبا المتعة من جميع النواحي يعني كان بصراحة كل المشاهدين على مستوى العالم مظلومين أن هم بيشوفوا في المرسلات كلها بتبقى في مرش واحد إلا من مباريات طبعا روسيا عشان ظروف المناخ وكده لكن بتبطر تشوف مباراة الأقوى فيهم والباقي بتشوفوا بقى في الإعادة وكده لكن بشكل عام طبعا إحنا مستمتعين كل ما زيد كمان الجولة التانية ثم التالتة ثم الرابعة كل ما بتقرب من نهاية الجولات السخنة بتزيد أكتر طبعا كان أميز حاجة يمكن بعيد عن محمد صلاح يعني محمد صلاح ده بقى سالة عندنا محمد صلاح لوحده ده لوحده ده المميزة في الجولتين دول بصراحة بكل أمانة مستوى رونالدو وكأنهم بيقولوا هما الاثنين أن هما ما زالوا برضو الأفضل في العالم أو حتى ما شو نقولوا أفضل ما زالوا هما الأميز على مسؤول العالم يمكن حتى جريدة ماركا خدت تصريح أو منشت كده بعد ماتش مبارح بعد ماتش اليونيتد قالت ميسي بالأمس ورونالدو اليوم صحيح الشيء عادي بالنسبة أو أداء عادي بالنسبة للتنين اللي اعتادة انقاذ فرقهم طبعا لما باريس هان جرمان كان مغلوب على أرضه من لايبزيج 2-1 قدر ميسي يسجل الثاني والثالث وكان سايق جدا في الشرط أو اللي كان هو اللي انقاذهم في الشرط الثاني كعادته رونالدو برضو نفس الكلام مبارح مباراة رائعة جدا 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 الأفضل مباراة مبارح بصراحة مباراة منشاست رونالدو وعاة تلانطا من 2-0 بيتعامل رونالدو 2-1-2-2 وبيرجع رونالدو بينقذ الفريق في الوقت المتأكر نفس اللي عمله قبل كده في الجولة الثانية قدام فيها ريال يعني اللي كان ملاحظ أود صراحة طب خلينا نتكلم كمان على باريس سان جرمان يمكن نحكلم على ميسي بصفة خاصة شوية لو أنت زي ما انت قلت يمكن كان ميسي دور كبير جدا في مباراة مبارح والفوز على الليبسيج لكن إجماليا شايف ميسي مختلف شوية عن بداياتهم مع باريس سان جرمان بدايات كانت مقلقة شوية بدايات كان فيها بعض التحفز على أداء ميسي بدايات كان فيها بعض الرومرس كده اللي بيقولوا ما فيش تفاهم ما بين ميسي ما بين انفا بيه دلوقتي بيلاقي الشكل مختلف خالص حسين أن ميسي رجع الأداء المميز جدا ورجع ميسي بتاع برشلونة مشكلة فريق باريس سان جرمان كسرت النجوم الزخم ده كله خلى العين أكتر على باريس سان جرمان لكن يمكن حتى المدرب الأرجنتيني لومبوك تونيو كان قال إنه مشكلتنا عندنا مشكلة في اللعب الجماعي هي دي اللي كانت أزمة كبيرة لأن ده لو المجموعة دي لو تناجمت مع بعض داخل دراء أبطال أوروبا من قبل ما نكملوا البطولة مجموعة عالية جدا تتكلم على ميسي على نيمار على مبابي على دمارية يعني مجموعة خايف تنسى يعني بصراحة هتعدي ممكن تمانية تسعة نجوم على الأقل حتى حرصة المرمى يعني نفاسهم دون نروما يعني انتواخد أفضل اتنين في العالم ترجمة نانسي قنقر